نروح بقى لتصريحات لأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية لأبطال الكؤوس رجال وسيدات والمقرر إقامتها إن شاء الله في ضيافة النادي الأهلي قال إيه بقى؟ قال إن النادي تسلم مكتبة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بيؤكد من خلالها على إقامة البطولة في شهر مايو المقبل وده الموعد الحقيقة كان مقترح من البداية حدد الاتحاد الإفريقي في خطابه موعد وصول الفرق المشاركة في هذه البطولة بداية من يوم 7 مايو على أن يكون افتتاح البطولة يوم 9 من نفس الشهر وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو وتكون المغادرة للفرق المشاركة في اليوم التالي اللي هو يوم 19 مايو قال كمان الأستاذ الغزاوي أن الفرق المشاركة في بطولة السوبر اللي حتقام قبل انطلاق بطولة الأندية رجال وسيدات سوف تصل القاهرة يوم 5 مايو على أن تقام البطولة يومي 6 و 7 مايو وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو وأكد كمان أن مجلس إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب بيولي هذه البطولة اهتمام شديد جدا لتخرج بالشكل الذي يليق باسم النادي الأهلي على كافة المستويات وأكد كمان أن اللجنة العليا ابتدت أعمالها بالفعل في ترتيب كل الأمور وكل التفاصيل وكمان الإعداد لتشكيل اللجان الفرعية والتنصيق والترتيب مع الجهات المختصة بما يضمن توفر آليات النجاح لهذه البطولة وأن تقدم الفرق المشاركة يعني إن شاء الله حيكون ملحوظ في هذه البطولة وأن كلهم هيقدموا مستوى عالي جدا يضيف إلى لعبة كرة اليد الإفريقية بشكل عام ويليق أكيد بمكانة النادي الأهلي اللي عود جماهيره من قديم الأزل على النجاح وعلى تقديم صورة مشرفة طريق بهذا الكيان المحترم اشتركوا في القناة